تعالوا نروح يعني قبل ما نختم محضر لكم نروح للجداول للترتيب نروح بالدوري الإنجليزي والترتيب احنا عارفين المان سيتي فاز بالدوري وحسم اللقب تعالوا نشوف مركزه مان سيتي مركز أول 87 نقطة يالي مان يونيتد ب74 نقطة في المركز الثاني أما ليفر بول في المركز الثالث 70 نقطة توتنهام واتسفيرز في المركز الرابع ب68 نقطة وتشيلسي في المركز الخامس ب63 نقطة تعالوا نروح للدوري الأسباني وباشرونة وخلاص بين وضعين التدويج مباراة واحدة فقط باشرونة مركز أول 83 نقطة أما أثلاتكم مادريد في المركز الثاني ب71 نقطة وريال مادريد في المركز الثالث ب68 نقطة وفالينسيا في المركز الرابع ب65 نقطة وأخيرا ريال بتيس مركز خامس خمسة وخمسين نقطة نروح للدوري الألماني بارني مينيخ حسم خلاص ب75 نقطة وشالكة 55 نقطة وبارنيفر كوزم في المركز الثالث 51 نقطة بوروسيا دورتموند أنا شاف أنها طبعا مفاجأة بالنسبة لي أنها ما يكونش موجود في المركز الثاني ب51 نقطة ولايبزيك طبعا في مركز الخامس ب47 نقطة نروح للدوري الفرنسي واللي انتهى طبعا تتويق باريس سان جرمان ببطولة الدوري 87 نقطة في المركز الأول ومناكو في المركز الثاني 70 نقطة واليوم في المركز الثالث ب66 نقطة ومرسيليا في المركز الرابع ب66 نقطة ورينت في المركز الخامس ب47 نقطة دوري الإيطالي وأخيرا يوفنتس في مركز أول 85 نقطة أربع نقاط تفصيله مبين ومبين نادي نابولي مركز ثاني 81 نقطة ولاتسيو في المركز الثالث ب64 نقطة وروما مركز رابع 64 نقطة وانتر ميلا في المركز الخامس 63 نقطة يعني ده كان استعراض لجدول ترتيب الدوريات العالمية الخامسة الكبرى